فبالتالي في مشاكل في التحكم كبيرة جدا في الفترة الحالية مين صاحب الكلمة؟ مش معروف الحكام بيختاروا مباريات عندهم قايمة دولية كل حكم بيوصارع عشان يختار مباريات الفترة الجاية وفي النهاية اللجنة معندهش استراتيجية لتصعيد حكام وعدين الفترة الجاية عشان كده معندكش حكم بيختار من ضمن الحكام الواعدين في الاتحاد الإفريقي في الكورس اللي هيتعمل في شهر 11 انت معندكش حكم وعد ليه؟ لان ما فيش لجنة بتدير صح لأن كل حكم صاحب صوت داخل اللجنة بياخد المباراة اللي هو عايزها آخر حاجة ببيان الأهل اتكلم على موضوع المراقبين لجنة الحكام منذ أن تم تشكيلها وتعينها برئاسة الكابتن وجي أحمد ما بتعلنش مين حكام أو مين مراقبي حكام المباراة ليه؟ لأن لجنة الحكام شريك أساسي في مراقبة مباراة الدوري العام حتى لما بيتم اختيار مراقبين لمباراة الدوري بتروح تجيب رؤساء مناطق لأسباب انتخابية في الفترة اللي جاية عندك الحكام اللي بيديروا مباراة واعتزلوا هم فين من المراقبة فين محمد عبدالقادر مرسي فين شريف رشوان فين باقي الحكام اللي كانوا دايما موجودين في الدور الممتاز مش موجودين دلوقتي في المراقبين انت بتجيب رؤساء مناطق لأسباب انتخابية لفترة الجاية بتحطهم في المباراة عشان يديروا وانت كلجنة المفروض انت بترائب على الحكم وانت اللي بتعينه انت اللي بتحط نفسك مرائب على اختيارك ده ازاي فبالتالي فيه مشاكل في موضوع اختيار المرائبين فيه مشاكل في صاحب القرار في موضوع تعيين الحكام والحكام انفسهم عندهم مشاكل للفترة الحالية في بعض اللعبات داخل المباريات وفيه ازمة ايضا موجودة في تكنية الفار عموما ازمة كبيرة ولازم اللجنة الخماسية تاخد بالها ولو فيه عضو في اللجنة الخماسية مشرف على هذا الملف خط هذا الملف في عينك كويس قوي لان الملف ده هيسبب ازمات الدوري خلصان والاهل بطل لكن لسه كاس مصر لسه السوبر لسه الموسم اللي جاي يا لجنة ده انت روح تجيبت حكام مباراة الاهل والزمالك اللي موجودين في الفار مش حكام دوليين روح تجيبت حكام درجة اولى هل دا يليك هل دا يليك بلجنة عايزة تدير القرى المصرية بشكل احتراف الفترة الجاية الاهل بيظلم ظلم بيين منذ ان تم تجهيز تقنية الفار الفترة الاخيرة ما بيحسبوش رغم ان الصورة واضحة